ازايكو حبابي يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلام تعالوا النهاردة هموريكو طريقة العيش البلدي اللي عملته المرة اللي فاتت كانش مزبوط معايا بس المرة دي معايا الرسب مزبوطة والطريقة بزبوطة ازاي تستخدميها العيش دوت انا مستخدمة الرده لنوع الرده ديت موجودة في اي ماركت دي رده وده الدقيق الاصمر اللي مخلوط بالرده والحبة الكاملة موجود في الماركت برضو هو والرده الرده دي موجودة في رالف في كل المراكت الموجودة هحط خمس كبيات من الدقيق الاصمر وثلاث كبيات من الدقيق مدعدة الاستخدامات وهحط رشة ملح ومعلقة ونصف ملح وهحط رشة صغيرة من السكر عشان قالولي ان السكر ممكن يقطع العجين او يبقى مش حلو للعيش فحطيت معلقة ونصف معلقة صغيرة من الملح ومعلقتين خميرة ومعلقة ونصف من الملح قلبتهم كده بالمضرب شوية وبعدين حطيت المية دافية المية مش يعني حسب العجين هتفضلي تحطي شوية بشوية لحد ما تلاقي العجينة كده بتلزق وبتمط معاك كده زي الجبنة الموزاريلا هو ده النتيجة اللي احنا عايزينها هتفضلي تحطي في المية وتقلبي وتشيليها من العجينة وتجيبي من تحت الفوق علشان خاطر فيه بيبقى ساعات في العجين من تحت دقيق فاضل فحاولي تزبطيها انت مع العجين وانت بتعمليه فهتفضلي العجين تلاقي احسن حاجة انك تستخدميه في العجين العيش بالذات لان بيحتاج لت كتير ويحتاج انك تعجيني كتير فيه فالواحد درعه ما بقاش يقدر زي الاول بصوا الطريقة ده هيت هو ده بصوا بصوا لما بشدها بتبقى عاملة ازاي هو ده القوام اللي انا عايزها بتلزق في الايد بس بتسيب بسرعة وفي نفس الوقت بصوا بتحس ان هي فيها مطة بتمط معاك يعني تفضلي المية تفضلي تحطي حبة بحبة لحد ما تديكي القوام ده هو ده اللي احنا عايزينه هتغطيها وتخليها تخمر بعد كده هوت لما تخمر كويس هقولك تعالي بقى هنشوف هنعمل ايه بقى في الحاجات دي هو هيخش كذا مرحلة خمر بس تأول واحدة لازم يخمر على الاقل على الاقل ساعة وبعد كده هوت تبتدي تقطعي هو كده لما خمر بصوا بعمل ازاي العجينة فنته جميل لما تيجي بقى تقطعي حاولي ترشي ايدك بالدقيق يعني تحطي ايدك في طبق دقيق جنبك ويبقى ايديكي فيها الدقيق عشان لما تيجي تمسكيه وتقطعي منه يتقطع معاك بسرعة وابتدي تقوري كده بقى في ايديكي وحطي الحتة اللي من تحت الفوق بالطريقة ديت وتفضلي ان كنت تقوري تقوري وتكوني حطة صواني يرش عليها الردة وحطاها وتعودي بقى تقسمي وتعمليه الاول اعمليه في حتة صغيرة ما تعملهوش كبير وحاولي ان هو ما يتقطعش منك وانتي بتليفي كده اه وما يتقطعش منك وانتي بتفرديه هنيجي لما نيجي للخطوة دي اقولك خليه عيش صغير في الاول غاية ما ايديكي تبتدي تاخد عليه اه ودايما حطي ايدك في الدقيقة علشان خاطر ما يلزقش العجينة ما تلزقش في ايديكي وتسيب منك بسرعة الساعة كده هنخلص الكمية دي كلها بالطريقة دهيات ونسيبه في الصواني بتاع ربع ساعة على ما تخلصي الكمية كلها وتسخني الفرن هنستخدم الطاصة وهنستخدم الفرن الطاصة هتحطيه على النار تسخن وهتولع الفرن على برويل او الشواية اللي فوق تكون اعلى درجة حرارة عندك في الفرن بعد كده هوت هتبتدي ان كنتي لما تفريديها منيجي ومنيجي ساعة الفرد هوريكو هنعمل ايه بالزبط هنبتدي نرش دقيق على الطاولة او على المكان اللي عندك وتبتدي ان كنتي تبطتي بأيديك براحة كده وتكون معاك ان الشابة تبتدي ان كنتي تفريدي بنا الشابة بس براحة مش جامد اوه وتبتدي بتاع الرصي يبقى على قد الرغيف المقاس اللي انتي قطعطيه اوه والصمك بتاعه يبقى يعني نص انش كده يعني ما يكملش اوه هنرسه تاني على الثواني اللي محتوط عليها الردة وهنسيبه برضو يخمر على الاقل برضو ربع ساعة وتمسكي براحة وتنزليه وتعاملي معاه كأنه بيبي لسه مولود وخايفة ما لا يقع منك ولا يتكسر منك ولا اي حاجة اوه لان المرة اللي فاتت لما عملته كان كنت بتعامل كده معاملة خاطئة خالص مع العجينة فكان بيتقطع مني فلما كنت بحطه على الطاصة ما كانش بيتكتم لكن كده لما هتتعمليه حاولي على قد ما تقدري ان هو يبقى ايه ايديكي كده براحة خالص وضفرك ما يقطعش العيش عشان ينجح معاك بس ورصي بالطريقة ده يتخلصي الكمية بتاعتك ورصيه على الصواني واسبيه برضو حوالي ربع ساعة يخمر على الصواني وكل ما هتتسبيه كل شوية يخمر هيثبط معاك هنيجي بعد كده احنا قلنا هنستخدم الطاصة وهنستخدم الفرن نخلص الكمية دهيت بجد الكمية دي عملتلي بالضبط عشرين رغيف كانوا حلوين خالص ابتدي في نص المقدار لو انت عايزة تبتدي الأول عشان لو خايفة ان هو هي يعني شوفي نص المقدار دوت وعمل نهين استخدم بالكبايات المعيارية على فكرة الشعيه انت مش محتاجة معيار بالضبط يعني التلت والتلتين بس بصوا بقى لما جيت بقى اقرستو بقى واجه بنافضو بالطريقة دهية وحطه في الطاصة على طول اول ما يتشمه هيبتدي يطلع كده زي فقاقع كده بالطريقة ديت هبتدي ان انا اشيله من الطاصة وقوم حطه في قلب الفرن على طول واسيبه الحاد ما هيتنفخ ويعمل لون الشواية هتديله لون من فوق بصوا 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 عامل ازاي بحطه اول كده بحط حطة صنية في الفرن وبشيل وبحط له على طول بصوا بصوا النفخة كله كان بالمنظر ده يعني والشواية كمان هتسويك من جوه كويس وهيبقى في منتهى الجمال يعني بس الفرن يبقى على اعلى درجة حرارة اعلى درجة حرارة هتخلصي الكمية بتاعتك وتخليه برا تمشنة او على على الطاولة بتاعتك او على حاجة لغاية ما يبرد ويهدى خالص وبعد كده تبتدي انك انت لو عايزة تكايسيه في كياس زيبلك وتشيليه في الفريزر تعمليه الكمية لغاية ما يبقى عندك بصوا من برا ومن جوه ويعني بجد 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 انا كنت مبهوره من المنظر ومبهوره من من الطريقه ومن ju gagnig وطعمه يعني هيجي في الفيديو يعني مش مال دقطه كمان او من يريك وكمان ناس قالو علي ايه البجد العيش تلع في منتج جمال وجربوه بالطريقة دي يا ربي يعجبكو واشوفكم في فيديو جديد من فيديوهات دي